بعد المناشدات لإنقاذها من التلف حدث ما كان متوقع ولم يبقى بيد الفلاحين في قضاء الحويجة سوى إقامة مجلس العزاء على محصول الذرة الصفراء قمنا بنصف مجالس عزاء لمحصول الذرة الصفراء باعتبار يعني نشوف أنه الدولة لحد الآن ما وجدت أنه أي حلول خسارة فادحة لهذا المحصول يعني محصول الحنطة معتمدة على محصول الذرة الصفراء يعني إذا سوقنا الدولة استلمت من عندنا محصول الذرة الصفراء سنقوم بجني هذا الحاصل وتسويقه واستلام مبالغنا بصورة فورية من أجل شراء المبيدات والكيميائي والأسميدة والبذور لكي نزرع محصول القمح قرابة المليون طن ينظر إليها أصحابها بحسرة بعد أن تعرض الكثير منها للتلف فيما اتجه آخرون إلى اعتبار قضاء الحويجة منطقة منكوبة زراعيا بالنسبة للذرة الصفراء في قضاء الحويجة والزراعة في قضاء الحويجة نقدر نقول المنطقة منكوبة زراعيا 100% لأن ماكو أي حلول أي حل ماكو ولا منافذ ولا شي مرسوم على الأرض ماكو هذا الذرة ظلت الكارثة على وشك يعني أن تتفشى بصورة كاملة ونتعجب من دولة يعني دولة السير بالمناشدات نتعجب في كل الدول أن الدولة هي اللي تجل الفلاح وهي اللي تحفز العامل وهي اللي تحفز القطاعات للعمل إلا في العراق لا توجد حلول إلا بالمناشدات فنقدر نسمي يعني دولة المناشدات بعد أن يأس من استلام محصوله قصد هذا الفلاح التجار عسى أن يشتروا منه ما حصدت يداه لكنه فضل إعادتها إلى مكانها على بيقها بثمن قليل يعني حاطة عدنا 250-275 ألف حاس بحساب برق وقلع وهذا وديت للسوق يلطون بطن 100 ألف يعني نحن الناشد السيد الرئيس الوزراء الناشد وزير الزراعة يعني هذه بالدول محصولة استراتيجية تعيش من وراها ليش هالشكل لم تتوقف نداءات الفلاحين بإيجاد الحلول منذ نضوج محصول الذرة الصفراء لكنها لم تجد آذانا صاغية أما الآن فلسان حالهم لله ما أعطى ولله ما أخذ فلنصبر ونحتسب من قضاء الحويجة محمد الصالح قناة تجلى الفضائية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر